اهلا بكم من جديد مشاهدين اذا من اقوال الصحف والزميل عبدالصمد الصالح الى الشرفة الثقافية وككل سبت نتوقف مع ابرز الاخبار الثقافية رفقة الشاعرة ويداد بن موسى ويداد مرحبا بيك اهلا زميلي حسان على ما يبدو في جعبتك اخبار واحداث ثقافية منوعة هذا الاسبوع ونبدأ من بلاغ لاتحاد كتاب المغرب نعم بالفعل في بلاغ استثنائي رفع المكسب تنفيذ الاتحاد كتاب المغرب نداء لعموم الاحزاب السياسية الوطنية التي ستخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة في شأن الاهتمام بالبعد الثقافي في برنامجها برامجها السياسية ونقرأ من ضمن ما جاء في بلاغ الاتحاد من منطلق الادوار الطلائعية التي تلعبها الثقاف على المستوى التأثير والتعبوي والتنوير للمجتمع وموازاتا مع ما يطالها من تهميش وقلة الاهتمام بها من لدن الهيئات السياسية الوطنية يستشرف اتحاد كتاب المغرب نغوض شأن ثقافي متميز وتأسيسا على ذلك يدعو الاتحاد جميع الأحزاب السياسية الوطنية إلى جعل الثقافة ضمن أولوياتها كما يطالب الاتحاد المؤسسات السياسية الوطنية المعنية بضرورة إقرار ثمثيلية حقيقية للمثقفين والكتاب المغاربة في البرلمان بغرفته هذا وسيشكل هذا المطلب موضوع مذكرة سيقوم اتحاد كتاب المغرب برفعها إلى مختلف الجهات المعنية من مؤسسات دستورية وحزبية وقطاعات حكومية وغيرها ويداد جميل أن يكون في مدينة طنجة معرض يؤرخ لذاكرة المدينة من خلال وثائق وملسقات في هذا الشأن طبعا باعتبار التاريخ هو ذاكرة الشعوب وهو أيضا عطر الماضي لكنه عنوان المستقبل فإن إقامة معرض طنجة مئة سنة من الإنجازات الذي أعده بكل إتقان وإبداعية وبمبادرة شخصية دافع عشق مدينة طنجة بالأساس الفاعل الجمعوي يونس الشيخ علي بعد يعد بحق صفرا ثقافيا وحضاريا فيما يرتبط بإثنيات وأقليات عاشت بمدينة طنجة مقتنيات خاصة وثائق نادرة صور ملسقات وحلي ومخطوطات تحيل على الزمن الجميل لمدينة البحرين العالية الشرفة الثقافية توجهت إلى معهد سربانتس حيث يقام هذا المعرض واستمعت إلى تصريح ليونس علي بخصوص هذا الحدث الهدف من تنظيم هذا المعرض هو تحسيس السكين هذه المدينة الطنجة لكي أعرفه حدث الفترة معينة لمرات منها مدينة الطنجة لأن مدينة الطنجة مدينة جميلة وتعتبر من أجمل المدول التي تطلع على البحر الأبيض المتوسط هي عندها تاريخ عريق يعني من العصر الفينيقي والقرطاجي والروماني والويندالي والعربي الإسلامي والبرتغالي الإنجليزي إلى طنجة دولية ونحن حاولنا ما أمكان نعمل هذا المعرض لكي تحسوا الناس ومشاركهم معنا لكي يعرفوا هذه الفترة اللي هي مرت من مدينة طنجة المحروصة بالله نترك مدينة طنجة الجميلة ونتحول إلى كندا وتحديدا إلى موريال المركز الثقافي المغربي دار المغرب هناك ينظم تظاهر أدبية فنية وازنة تخص السيدات نعم تماما ينظم المركز الثقافي المغربي دار المغرب في موريال بكندا تظاهر أدبية فنية إشعاعية هي الأولى من نوعها تحت شعار مغربيات اليوم مغربيات الأمس لوحدهن حضارة وذلك طيلة شهر غس الجاري فعلى مدى أربعة أسابيع ستضيء شمس المغرب سماء الكبك من خلال برنامج ثري ومتنوع يسعى إلى إشاعة الضوء على الخصوصية الثقافية المغربية بمكوناتها العربية والإسلامية والأمازيغية الصحراوية الحسانية وروافدها الإفريقية والأندلسية العبرية والمتوسطية كما يتضمن المرنامج مجموعة من الندوات واللقاءات تؤثرها شخصيات بارزة من المغرب وكندا وستقام أيضا أمسيات احتفالية بنكات الوطن عبر المسرح والشعر والتشكيل والموسيقى وفن الطق أيضا وإلى جديد الإصدارات إصدارات هذا الأسبوع ككل أسبوع وداد البحث في العلوم الجيوسياسية والمحلل السياسي شارل سانبخو الذي تم تكريمه مؤخرا من طرف الملك محمد السادس يصدر كتابا يتعلق بالصحراء المغربية نعم بالفعل سعدنا بتوصل الشرفة التقافية هذا الأسبوع بمؤلف علمي رصين من توقيع الباحث في العلوم الجيوسياسية والمحلل السياسي شارل سانبخو عنوانه الصحراء المغربية ملف نزاع مفتعل وها شهادة علمية تمحص وقائع التاريخ وأحداثه لإبراز الحقيقة الجلية لمغربية الصحراء مستندا في هذا الكتاب على مراجع ووثائق ومستندات استنطقها المؤلف بأدوات التحليل اللازمة في مجال العلوم السياسية وفي ذات سياق سضف بيت الصحفة بطنجا يوم الجمعة المنصر في احتفالية خاصة لتقديم وتوقيع هذا الإصدار القيم وفي تصريح خاص بالشرفة التقافية يقول الأستاذ سانبخو هذا كتاب يحاول القيام بدراسة شاملة لملف الصحراء من الناحية القانونية والسياسية والجو سياسية والاقتصادية والاجتماعية وهي أول مرة يتم فيها إعداد دراسة شاملة حول هذه القضية والتي يتم من خلالها التوضيح أنه نزاع مفتعل كما جاء في العنون الفرعي للكتاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة